نقل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب إلى مستشفى في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية لصابته بوعكة صحية وقال مدير مكتب جورج بوش الأب جام بيكر في تصريحات صحفية إن الحالة الصحية لبوش البالغ من العمر 92 عاما جيدة ومن المتوقع يغادر المستشفى خلال أيام وتولى بوش الأب رياسة الولايات المتحدة بين عامي 1989 و 1993 وهو الأكبر عمرا بين الرؤساء الأمريكيين السابقين والذين ما زالوا على قيد الحياة